ينضم إلينا من مدينة العيون المغربية مرسل غد محمد الفنيش محمد كيف تبدو الأوضاع في ظل هذه النتائج الانتخابية؟ نعم المفاجأة الكبيرة هو هذا السقوط المذوي وهذه الهزيمة الكاسحة لحزب العدالة والتنمية كان من المنتظر أن يكون للحزب تراجعا بسبب أنه مارس السياسة وترأس الحكومة لمدة عقد من الزمن لكن أن يكون في ديل الترتيب بـ 12 مقعدا وأن يتراجع بـ 113 مقعدا لم تكن منتظر هذا النوع من التراجع الكبير المفاجأة في هذه الانتخابات أو المنتصر أو الفائز في هذه الانتخابات أو المستفيد هو حزب تجمع الوطن الأحرار الذي حصل على الرتبة الأولى بـ 97 مقعدا يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 82 مقعدا وإن كان حزب الأصالة والمعاصرة قد تراجع على اعتبار أن الانتخابات الماضية كان قد حصل فيها على 107 مقعد بالنسبة لحزب الاستقلال قفز كذلك قفز نوعية في هذه الانتخابات بحصوله على 78 مقعدا مقارنة مع الانتخابات الماضية بـ 45 مقعدا حزب الاتحاد الاشتراكي زاد من رصيده بـ 15 مقعدا بمجموعة 35 مقعدا بعد أن حقق في الانتخابات الماضية 20 مقعدا فقط وبالتالي هذه الانتخابات على المستوى البرلمان أو على مستوى المجلس التشريعي حسمت رؤية المغاربة لخمس سنوات المقبلة الانتظارات كبيرة والطموح كبير خاصة عن المستوى الاقتصادي والمطالب الاجتماعية الحكومة الماضية التي كان يترأسها حزب سعد الدين العثماني تركت تركة تقيلة لحزب تجمع الوطن الأحرار الذي سيترأس الحكومة بحكم الدستور أو بحكم القانون المغربي الذي يلزم بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات وبالتالي نرى أن زعيم الحزب تجمع الوطن الأحرار عزيز أخنوش سيكون رئيس الحكومة التي ستعين في الأسابيع المقبلة هذه الحكومة باب التحالفات بدأ يتضح ممكن أن تتحالف مع الحزب الثاني الأصالة والمعاصرة وكذلك حزب الاستقلال وممكن كذلك الاتحاد الاشتراكي على اعتبار أن هناك تقارب في الاتلاف الحكومي بين الاتحاد الاشتراكي وبين التجمع الوطني للأحرار الحزبين الذين كان يمارسا المعارضة في الولاية السابقة هو حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال لكن اليوم بعد أن تغيرت الخريطة السياسية يبدو أن المشهد السياسي في المغرب سيتغير كذلك هناك حضور الآن في حزب التجمع الوطني للأحرار خاصة على مستوى تركيبته السياسية حضور للرجال الأعمال ولجلب الاستثمارات الكبرى ومن الزهر الوصولة وبالتالي قد تكون حكومة عزيز أخنوش حكومة اقتصادية بالامتياز هل ستنجح في حلحلة مشاكل المغاربة خاصة الاقتصادية والاجتماعية هذا ما سيكون الحسم في الخمس سنوات المقبلة على اعتبار أن الحكم النهائي هو المواطن المغربي عند العودة هنا إلى الجنوب المغربي وخاصة إلى جهة العيون الساقية الحمراء التي تصدرت هذه الانتخابات بأكثر من 66% تليها جهة قليميم وادنون بنسبة 63% وبعد ذلك جهة داخل وادي الدهب بنسبة 58% الجهة الصحراوية الثلاث في المملكة المغربية حافظت على سيطرتها على نسبة المشاركة مقارنة عن الانتخابات الماضية حيث حصلت جهة العيون الساقية الحمراء على نسبة مشاركة بـ 59% اليوم يتأكد أن هناك مشاركة قوية هناك حضور قوي هذه الجهات على المستوى الانتخابات الجماعية والبلدية لم تظهر النتائج بشكل كامل لحدود الساعة لكن في الساعات المقبلة قد تظهر تفاصيل أكبر على المستوى المحلي وكذلك على مستوى عموم المملكة المغربية بشأن البلديات والمجالس الجهوية حتى تتضح من هي الأحزاب التي سيطرت على هذا الأمر نحن نعلم أن حزب العدلة والتنمية في الانتخابات الماضية كان له سيطرة على بعض البلديات لا ندري هل سيتكرر هذا الأمر أم أنه سيلقى نفس المصير الذي كان عليه في البرلمان حيث نزل إلى 12 مقعدا أمام مفاجأة كبيرة جدا هل كانت هذه النتائج متوقعة محمد أم كان هناك مفاجأات أو سيكون هناك انتظار لمفاجأات أخرى خلال الساعات القادمة؟ نحن نعلم أن وزارة الداخلية قالت أنها كشفت عن 96% من الفرز وبتالي بقية 4% لن تغير من الوضع الشيء الكثير على مستوى البرلمان لكن على مستوى المواطن المغربي هناك فرق بالنسبة للانتظارات من نتائج الانتخابات خاصة على مستوى مجلس النواب على مستوى النخبة كان هناك تقييم للأحزاب سواء المعارضة أو الأغلبية الحكومية في الحكومة الماضية على مستوى الأذاء الاقتصادي وحلحلة المشاكل الاجتماعية للمواطنين وبالتالي كان الكل ينتظر التراجع حزب العدل والتنمية لكن هذا التراجع إلى 12 مقعدا أكد أن المغاربة باتوا تواقين إلى بديل جديد نحن نعلم أن الانتخابات حتى في ذوال أخرى في إسبانيا مثلا أفرزت حزب بويديموس حزب جديد تأسس في عام 2019 وبالتالي الانتخابات هنا هذا العام هنا في المملكة المغربية أسقطت الحزب الإسلامي سقوط مدوي وبالتالي الأكيد أن المسؤولية ستبقى على عاتق حزب تجمع الوطني للأحرار ومن سيتحالف معه هل سيستطيعان حل حالة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والدفع بسفينة المغاربة إلى بر الأمان شكرا محمد الفنيش مراسل غد كنت معنا من مدينة ترجمة نانسي قنقر